نواب عم تصيد قصة الادعاء نعم وأنما الحكم القضائي النهائي المبرم لهو بيصدر عن المحكمة اللي هي المجلس الأعلى يعني شكراً لألكم شكراً جزيلاً على هذا العمل وهلأ مننتقل للفرعة الثالث جاي من طرابلس ومكان بعيد أهلاً وسهلاً فيكم بالفرعة الأول المشروع تحت عنوان متابعة الأحداث من الناحية الطبية والنفسية والاجتماعية لسلوكهم الجرمي الطلاب هبا الشامي رولا أحمد تحت إشراف الدكتور رابياشن بسم الله عليكم جمهور كبير بدايةً أود أن أشكر لجنة التحكمية على وقتها الثمين وسيدة إناس أبو عياش على مهرجاننا العظيم الذي يسنح للفرصة لتقديم مشروعي المشروعي يعني الذي الذي يتمحور حول ظاهرة جنوح الأحداث والتي تعتبر ظاهرة اجتماعية معقدة إذ أنها تحدد أمن وسلام المجتمع ومستقبل أجيالها خاصة أن السياسة العقوبات الجرمية في لبنان هي سياسة تقليدية مجردة تحتان فقط بمعاقبة المجرمين دون الاهتمام بالأسباب التي أودت بهم لارتكابها لذلك كان لابد من مواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها من خلال تحليلها ودراستها دراسة علمية اجتماعية قانونية للوقوف على الأسباب التي أودت لها والطرق الملائمة لمعالجتها وبمعنى آخر دراسة شخصية الأحداث قبل ارتكابهم للجريمة وهذا الدور الرئيسي للقانون الذي نقترحه بمشروعنا الراهن والذي نأمل عمل به لاحقا لضمان مستقبل هؤلاء الأحداث الذين هم أكثر حساسية من غيرهم من المتهمين بالجنوح يتضمن هذا المشروع أنشاء مكتب إما للخدمات المدرسية يونى بدراسة ومعالجة الأحداث المعرضين للجنوح في المدارس وإما لدراسة شخصية الحدث وفحصه قبل محاكمته ويتألف من أعضاء يعينهم وزير العدل باكتراح من مدير عام الوزارة يتمثلون بطبيب مختص بالأمراض العقلية والعصبية والبدنية إضافة إلى اختصاصي بالتحليل النفسي وعدد من الباحثين الاجتماعيين لكل منهم مهامه الخاصة والوقت الكافي لإتمامها فكلما كان المختص أكثر كفاءة كلما كان فحص الحدث مزود بالمعلومات الكافية التي تفيده في ملفه المقدم القاضي وبالتالي التخفيف من عقوبته أو حتى الوصول إلى عدم اعتباره مسؤولاً عما فعل فعل الطبيب فحصي بدنياً لمعرفة الأمراض التي يشكو منها وما إذا كان هناك تشوهات أو صفات غير طبيعية في جسمه أو حتى عجز في أعضائه كالحوال والعمى والشلل وغيرها من العهات البدنية التي تعتبر المصدر الرئيسي للضغوطات النفسية التي تؤثر بالحدث لضغوطات الحدث نفسياً أو سبباً لإطارته بسهولة وبالتالي دافع الارتكاب الجريمة دون التفكير بعواقبها أما من الناحية النفسية فيمكن أن يكون لدى الحدث مشاكل نفسية كنفصان بالشخصية كالهوس هستيريا اكتئاب وغيرها من العوارد التي غالباً ما يرافقها تقلب عنفعالي وضعف في قوات الإرادة التي تؤدي إلى سلوك جرمي متى ما توفرت الظروف الملائمة لهم وأخيراً وليس آخراً الناحية الاجتماعية أي المحيط أو البيئة التي ينتمي إليها هذا الحدث إذ أنها تساهم بصورة أساسية في تكوين شخصيته وبلورتها حيث أنه يتأثر بالعوامل الاجتماعية أكثر أو أسرع من العوامل الأخرى ونذكر منها على سبيل المثال التفكك أو العنف الأسري الذي يؤدي إلى تكوين شخصية عنيفة لدى الحدث أو الفكر المدقع والذي هو سبباً أساسياً لظاهرة السرقة المنتشرة في أيامنا هذه والكثير من هذه اختصاراً للوقت والكثير من هذه الحالات التي لو تمت دراستها والعمل على معالجتها من قبل المكاتب المعنية بدل التعويل على منذوب الأحداث والتي لو طبقت مؤسسات السياسية هذا القانون المكترح لرأينا أشخاصاً أحراراً ومنتجين في المجتمع بدل من زيادة أعداد في السجون شكراً 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 لأنني في سبع شهر كان لدي حدث كبير في السجن الرومي الأحداث وفي مدى شهر كنت نحضر معهم وفي مدى جمعة كنت نكون معهم وعدنا معهم وأكلنا معهم ولعبنا معهم وشربنا معهم وعندنا عيد الميلاد وفي مدى الشجر كان حفلة كثيراً سأسألك أول سؤال هل سأذهب إلى هناك؟ لا كيف تقدمي قانون إذا لم تجربتهم؟ لم تردتهم؟ لم تتحدثتهم؟ لم تتحدثتهم؟ لم تتحدثتهم؟ لم تتعرفتهم؟ لماذا هم داخلهم؟ كيف تقدمي قانون إذا لم تتعرفهم؟ هم داخلهم؟ أريد أن أسألك تفضل كيف حضرتك؟ تفضل السؤال لا لا كيف حضرتك؟ أريد أن أسألك أنا أسألك اليوم أنت تقدمي قانون لنزلت على الأحداث لماذا رأيتهم؟ لماذا أتحدثتهم؟ لماذا هم داخلهم؟ تضع إفترضيات نصف مننا موجودة أتكد لك لأن أنا داخل كنت تفضل وهذا الأنون لم تكن تبني إذا لم أعشت معهم على فترة حكيت معهم علشت أمورهم لماذا أنت هنا؟ لم أسألت أحدا داخل لماذا أنت هنا؟ على أي أساس عملتها الأنون؟ مرة أسأل لدكتورة ربيعشان لديه سؤال وقال لي كان هذا السؤال عن فرضية وقال لي أنت ضرورية تعرف إتجار بالمخدرات لتعرف ما تأثيرها نفس الشيء الموضوع أنه نحن نعرف لا يوجد أبدا تقارني إذا أنت تجرب المخدرات لشيء ثاني لا أقول لك مثال لا لا هذا لا مثال لا يعني أننا ليس ضروري نفوضل نحدثهم لا ضروري لا أبدا ضروري لحتى نعرف لا ضروري ضروري لأقول لك لماذا؟ لأنه في سجن الأحداث بالزيت أنا أعادت معهم على فترة وأنا في سبع شهر كان عندي حدث معهم أنا كنت مفكرة شي بس فتت لعندهم شي تاني اللي بتفكريه واللي بتشوفيه واللي بتسمعين من أنه مضبوط يعني بسجن الأحداث بس فتت لعندهم بعتقد كل شي هلأ قلتي بتغيري هذا رأيي الشخصي مين بحب يسأل مين بحب يسأل نسمع وجهة نظري أنه ليس ضروري نحن نفوت ونحدثهم يعني لنعرف أنه إذا يعانوا من أمراض من الأشياء اللي يعانوا مننا لا يمكن أن يكون أنا أتكلم عن ثلاث نواحي ليس ناحية اجتماعية نفسية علمية نحن لا لا بس أنا لأنه كنت شو الحقيقة اللي عبرودي هو مع فكرة أساسية متعونة عن كثير من الناس حول اللي بتعرضون الأحداث أو ما يفعلون كيف يعني بكل النواحي اللي أنا بيعتي آذر أنا كنتي وضع أنا كنائي يعني كنتي كنتي دخلنا على الموضوع والحقيقة المتحدة المتحدة هي بس أنا عشت أموضوع أنت عشتيها بس الحقيقة أنت عشت لحظات معينة بمتطار معين مني هم تستقبل شخص معين جاي من بره الحقيقة هي مختلفة تماما الحدث تحت تحت ذلك موجود بهالم موضوع هذا يعني هو كان مرضى بلحظة من اللحظات ممكن جريمة بحق ولكن هالجريمة هذه نفسية من خلال التعنيف الذي عاش في مضبوط لا لأنه لحقلك لماذا أنا لم أفقك كرافيتور لا لا لكن أنا لم أفق لأ مصابقة الوقت الحالي لأ مجال لجنة يلا بس أنا بس أنا وقت طلبت مكون باللجنة أول شي قلت إلي حق السؤال أنا رح أرجع أكمل أنه أنا هذا رأيي أنا عشت مع حكيت مع لحظة أنا عشت مع وحكيت مع القانون اللي أنت عم ترحي إذا تفوتي لجو أنت رح تغير رأيك وما فيك أبدا تقول إذا واحد تجرب المخدرات مثل ما ضروري تروح تشوف فيهن أنا ما بوافق هيدا الشي كمواطني لبناني وكرئيس المؤسسة المترجم 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 لازم بس بوزارة العدل عنا كل الأفكار اللي أنت عربطية نحن بتبنينا بوزارة العدل ونحن عم ننفذها وبالتالي أنا بتمنى تجوا تتساعدوا معنا لأنه هالنفسية الحلوة نحن ندور عليها وخصصة أنه نحن نعمل هلأ كلينيك جريديك مع السيادة رئيس الكلينيك جريديك بلنا تطل بيشوك بوهل أمر بس أنا بدي بس وضح شغلي لساعدتك لا إناس لساة إناس الأحداث يلي بيسجن رومية هن الأحداث المخالفين للأنون ويلي عقوبة نحن ما منسميها عقوبة ما منسميها هي إعادة تأهيل إعادة تأهيل إعادة دمجه صحيح والحدث اللي بيرتكب مخالفة للأنون ما منقل جريمة أكيد عندهم مشكلة ست إناس عندهم مشكلة يا نفسية يا جسدية وأصلا الراشد يلي بيرتكب جرم كما بيكون عندهم مشكلة يا عائلية يا اجتماعية وبالتالي الأحداث اللي بفوتوا عندهم مشكلة نفسية بس هلا مشكلة نفسية اللي أنت عم بتقوليها ما ضرورة تكون جنون غير شكل ما ضرورة تكون يعني واحد ما بيقدر يمشي ما بيقدر بالسجن بسجن رومي يعمد إلى إعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم نحن بزارة العدل لدينا جمعيات متعاقدين معا بيهتموا بالحدث منذ تاريخ توقيفه بالمخفر لنهاية الحكم الزار الحكم النهاي بالمواكبة بالمحاكم بالمواكبة مع أهله كمان مع أهله وبالمواكبة بالسجن وبالتالي بالسجن في عنا لعلاج نفسي وتعليم وإعادته وإعادتكم العافية لها العافية لك ترجمة نانسي قنقر بالسجن على سجن بيهتم حقا بيهتم حقا 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 بيهتم حقا 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 ترجمة نانسي قنقر حقا 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 الصحة هي السروة والغنى الحقيقية للإنسان حسناً معلش إرجاعي دم الأول شكراً الصحة هي السروة والغنى الحقيقية للإنسان والقطاع الصحي هو القطاع يلي بيرعى هيدا الموضوع بكل الدول المتحدرة وليس بس المتحدرة بكل الدول هيدا القطاع هو القطاع اللي بيوفر السلع والخدمات الصحية تيشمل كل الشعب كمان بحمل هيدا الاثنين طيب السيبة السيبة أوكي 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 بس صار تقيل كثير أثير وبالرغم من كل التغيرات يلي عم تحصل بدول العالم عم تبقى الصحة هي الأولوية بين كل الأولويات إلا بلبنان بلبنان القطاع الصحي يلي من المفترض يكون أكثر قطاع خدماتي وإنساني هو قطاع تجاري بامتياز ولكن السؤال اللي بينسأل هو تجاري عحساب مين وعحساب شو عحساب صحتنا وعحساب حياتنا المشاكل والمقاصة بالقطاع الصحي لا تعد ولا تحصى ولدي الوقت سأعطي أجزام بلين مثلا نعم متانين أوكي أوكي مثلا معقول نسمع إنه حدا مات قدام باب مستشفى منصير نسأل حالنا لماذا؟ كيف مات قدام باب مستشفى؟ يعني المستشفى هي البطبيب وتعيش كيف يريد أن يموت قدام باب مستشفى؟ نعم فقير وليس قادر نعم مضمون هذا ليس عائب نسمعه؟ هلأ كلنا نسمعه هذا ليس حرام؟ هذا ليس ناقد الدين الإنسانية وين كرامة الإنسان؟ إذا الإنسان ليس قادر لا يوجد أن يفوت وليس فقط على أبواب المستشفيات أبواب الطوارئ نعم أبواب الطوارئ وفي كل برودة هناك بعض المستشفيات وخصوصاً الخاصة وطبعاً يمكنني أن أذكر أسماء لأن هناك قرارات قضائية بهذه الخصوص ولكن أفضل أن أذكر أفضل أن أذكر نعم أحتراماً طبعاً لشخصيتها المعنوية على باب الطوارئ لا يفوتوا الطوارئ لما معمول الطوارئ لأن شخص تكون حالته مزرية يوصل ولكن يستطيع أن يحافظ على صحته وحافظ على حياته بعدنا نرى ماذا يريد أن يكون علاجات وينقل لسوان ويمكن يمشي حاله من الطوارئ ولكن لا تفوتوا قدام باب مستشفى هذا عاب أنا أعلم أن أتحدث بهذا الموضوع لذلك نحن نجد 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 شيء جديد في لبنان بهذا القطاع ومن هون فكرة مشروعي مشروع صندوق التغطية الطبية ولكن أريد أن أقول شغلة صغيرة أن المصطلح مأخوذ من دستور منظمة الصحة العالمية الذي صدر سنة 1948 هو التغطية الطبية الشاملة نجد المشروع هذا المشروع باختصار هو قائم على إنشاء صندوق بكل مستشفى مرخصة من وزارة الصحة تتموّل حالات الاستشفاء المجانة للأشخاص الذين لا يستطيع تغطو كلفة علاجهم هناك الكثير أسئلة كيف تتمويل كما حضرتك ما عليك لتقبل كل المشروع يجب له كيف نموّل من هي الشريحة المستفادة ما هي قليلة التطبيق ونطلع على المشروع سأعطي النقطة الأساسية المادة الأولى تبين لنا وتأكد لنا أن المستشفيات المرخصة هي التي تنشرق لهذا الصندوق تتأمّن للعالم الذين لا يستطيع كلفة علاجهم ثاني مادة تبين لنا طرق التمويل هل تحب ريون أم السمتازة تتأمّن للعالم حسنا أولا سأضع طريقة والعيشة التي تجد في غرفة درجة أولى يدفع ١٠٠٠ ليرة للصندوق عن الليلة أو إذا كان هناك عملية ونزل بالدرجة الأولى يدفع ١٠٠٠٠ على العملية هذه الرسوم ولماذا للغرفاء بالدرجة الأولى؟ لأن الذين ينزلون بغير درجات لا يستطيعون أن ينزلون بالدرجة الأولى هل يمكن أن ينزلون بالدرجة الأولى؟ لا، لا، هذا رسم لا، بالعكس أنا أحترم لا، بالعكس أنا بالعكس مادام إناس أنا كثيرا أحترم وجهة نظريكم أتمنى أن أعرف لماذا، لكن أستخلص إذا تريد الثاني نقطة هي المنح والتبرعات التي تأتينا من الخارج الحمد لله قطاعنا الصحي يأتي تبرعات كثيرة من الخارج ثالثا الضرائب التي تأتي على الأطباء لا يجب أن يجب أن الأطباء، فقط ضريبة في لبنان فقط بكل بلدان هل يجب أن تكون ضريبة؟ لكن هذا هو ضريبة خصوصي هذا هو ضريبة خصوصي لهذا الصندوق يعني أن تزيد على الضرائب رابع نقطة رابع نقطة هي الضرائب على المستشفيات أكيد ليس أي مستشفى المستشفيات التي الفائد عن مدخولها هي أكثر من مئة ألف دولار هنا يكون ضريبة تدعم الصندوق المادة الثالثة هي التي توضح لنا السياسة الرقبية على الصندوق وتقلنا أنه من خلال مراسيم تطبيقية نفعل جهاز رقابة تحت إشراف وزارة الصحة من خلال مندوبين مختصين لمراقبة حسن سير نظام التغطية بكل مستشفى مرخصة ننتقل للمادة التالية المادة الرابعة يتأكد لنا على نقطة مهمة المستفيدين من هذا الصندوق يجب أن يدعموا إعصارهم أو عدم إمكانيتهم على دفع التكلفة بأوراق تضع قدام المستشفى بالإدارة كرمال تبين أنه أنا بحاجة لهذا الصندوق يساعدني لإستعالج هناك نقطة مهمة هنا في عالم ميسورين ليس معصورين ولكن كلفة علاجهم باهظة وإن يريدون أن يتكلق وإن يدفعوها ستسبب لهم ضيق مادة أيضاً من ساعدهم هذا الصندوق يساعدهم ليس أنا المادة الخامسة المادة الخامسة هي مقسمة لثلاث بنود مهمين لنا جداً أول بنت يتحدث عن التوارئ وأنا أخصيت أضع هذا البنت لبعض المستشفيات التي لديها برودة أعصاب ولكن لديها برودة أعصاب وليس تفوت على التوارئ وليس تعمل الإسعافات الأولية ثاني نقطة تحكينا عن المريض إذا كان قاصر أو مجنون هنا الأوراق السبوتية تتقدم من قبل القيم من قبل القيم والأم والعم والذي هو آخر حالة نريد أن نتأكد لنا أنه يجب يقدم أوراق تثبت أنه لا نقادر لأن نحن نكون قادرين ونغش ونزور أوراق نكون نشيل فرصة أحداً أنه لا يستطيع أن أرى أرجوك المادة السادسة والتي هي أحلى مادة لديها مع أنها صغيرة وتمثلني وتمثل جوهر للبروجيل وأريد أن أقول كلمة كلمة يستفيد من هذا الصندوق كل مريض تثبت حاجته إلى المعونة بغض النظر عن جنسيته وحتى وإن كانت دولته لا تعامل لبنانيين بالمثل هذه المادة هي مادة مهمة لأننا فقط نساعد إنسان لا نساعده لأنه لبناني لأنه إنسان وإنه يمرض وإنه حاجة لهذه المعونة وليست قادر المادة السابعة طبعاً هذه مهمة كثيراً لأنه في لبنان يوجد غشة تزوير وإحتيالة ويجرب هذه المادة تقولنا أنه يحصل على المعونة هنا أكيد هنا هنا في قانون العقوبات من المادة على مقض 453 إلى 472 في قانون العقوبات يتحدثوا عن التزوير التزوير الجناح الجناية وهو يلاحق من كبال النيابة العامة وأكثر كرميل لا يصبح لدينا أحد يزور في قانون العقوبات تقول كما يمكن تغريم ودفع مبلغ يعادل عشرة أضعاف المبالغ التي استحصل عليها هذا جزا وهذا المهول المصاري ترجع على الصندوق أخير لا يمكن تضعها بأي قانون ولكن بالآخر أحب أكد أن إذا حققنا الإنصاف العدالي بالقطاع الصحي هذا سيكون كفيل ينشر الأمان بالمجتمع وسأشدع كلمة الأمان لأن أنا صغيرة لأن الصحة نتحدث عن بديهة يجب أن يكون موجود يعني عيب أن ننقش بالصحة هؤلاء أبسط حقوق الإنسان ولكن يتأمن سيشعر بالمساواة وسيشعر بكرامتهم الإنسانية وبالما يشعر وهذا سيجعل يرجع ساعة المواطن في دولته رغم كل المشاكل السياسية والاقتصادية الموجودة شكرا شكرا لكل الموجودين لكل الموجودين بس شكر خاص جدا لما دام إناس أعطيتنا هالفرصة لأن نحن بالجامع ندرس تيوريك كل شيء هذه كانت تجربة تشريعية مرسي كثير وغير بتاتذes مرسي كثير دام إنتهى أكري من اسفل Oracle اللعب ما يلعصون تمت داشت مرسي كثير من السلام ودائي من المرسي كثير المرسي كثير مرسي كثير نعم لا تنسى هذا صحيح هذا صحيح اللي هو البطاقة الصحية البطاقة الصحية اللي بدأ تشمل كل هول الناس الغير مضمونين وبالتالي الدراسة اللي انت عملتها او هذا المشروع القانون اللي عم تبحث فيه مفروض يلحص دي جاء استثناء السندي قدامني كلها سوا بكافة المجالات وفيما بعد انا بتمنى عليك حقيقة انه تقدري تحصل انت على فراح القانون الموجود اللي علاقة بالبطاقة الصحية لحتى يمكن تقدري توسع بهذا الموضوع ويغطي نقاط النقص او الضعف لمن موجودة بالاقتراح الانون الجديد اللي عم يدرس بالمجلس النيابي معليك مرسي كتير على السؤال انا كتنطر هيدا السؤال للحقيقة اوكي اوكي انا كتنطر هيدا السؤال بدي قلليك شغلي ما عليك انا نحنا البروجيات الدامنية هو حيكي عن كل الصناديق وعن الضمان الاجتماعي وعاملة دراسة على ارقام يعني قديش عدد بالتعاونية وقديش بالضمان وقديش اصيرانس بريفة لانه حتى بتعرف فعالم بيععملوا اصيرانس بريفة بس بس يلي بدي قوله هو انه انا لما عملت المشروع كان اول ما يعني من ست شهر وقتها اذا ما اكتر ما كان فيه بعد يعني كان اول ما نطالع مجلس النواب جديد وقصها ما بلشوا بقصة البطاقة الصحية وكان بعدها فكرة كانت فكرة يحكوا فيها ما هو بيحكوا كتير هو معاليك بيحكوا كتير لا معاليش لا معاليش هني بيحكوا كتير وقالهم اذا بيحكوا فيها على راسي وعيني انا لديουν نية انا لديوا نية طبعا لا أنا متوسع في ما عليك بالفرو جي أعملي فرو جي يعني بيجبك انا لديهم طبعا انا قلت للعالم الذي غير قادرين لتقلف انه غير قادرين به رئي هم ماذا؟ ماذا؟ الآن 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 صحيح مزبوط شكرا أضافة ما قالوا معالي الوزير وحضرة الرئيس طبعا أنت عم تطرق إلى موضوع اجتماعي عم تطرق إلى وجه الناس بس كمان طالما عم تطرحي فكرة مشروع المعالجة بموضوع حق الطبابة مثل ما هو حق التعليم ما بيكون أنه أنا بدي طلع لأمن فاتورة إنسان بدي يكون من حساب مريض مطمئلة المديرة أو مثلا إذا بالمدرسة بدي من حساب طالب آخر هذه واجب الدولة وواجب الحكومة واجب معالي الوزير لكن ليس واجبنا نحن مثلا بعطي مثال هنا صار عنا بالجامعة وهذه كمان لرئيس الجامعة أحد الطلاب تأخر كثير بالتسجيل لماذا؟ ما أدري يسجل ما معهم لعرفوا رفقاته عملوا الأمة بين بعض وعطوه هذا الحل برافو على رفقاته بس مش هذا هو الحل الحل إنه يكون مثلا تعليم مجاني الحل إنه يكون الطبابة مجانية المريض يمرض يفد غري على المستشفى مثل ما موجود بمعظم البلدان بقى هاي دي النقطة أنا بيمكن بتوافع لا ايه بدنا يعطي تشيف لبنان هاي دي مطالبتنا هاي دي مطالبتنا هاي دي مطالبتنا وهادا ساعينا لا إن شاء الله بتشيفي إن شاء الله إن شاء الله بنذكر بعضنا صغارة إن شاء الله دكتور دكتور بس معلش معلش بس ايه بدي بس ذكر إنه أنا شديت على كلمة النزلاء بغرف الدرجة الأولى اللي بيكون نازل غرفي درجة أولى عشر تي عشر تلاف يعني بدفع حق لفة شاورمة مع عيران يعني هاي دي مانا شي ماشي بس ليلي ورا ليلي ورا ليلي بتعمل عشر تلاف وعلى العملية مئة ألف يعني هاي دا رسم مانو كتير عاري ومش على كل المرضى مش على كل المرضى بس على النزلاء لي نازل بالعناية لي نازل بالعناية تلافظ لا لا أنا معا لا أنا معا اشتكلم ففا عشر أنا مش معا يعني هاي بالآخر وجوهات نظر هاي بالآخر وجوهات أنا بس بدي قول شغلي بس بالآخر هي وجوهات هي وجوهات نظر هي وجوهات نظر طبعا بس نحنا كمانا لازم نساعد بعض إذا أنا قادرة بفوت درجة يقول ليت مساعد غيري اللي مش قاعدة الدول لا تقوم على سياسة الغنية يعطي الفقير الطبابي حق كما التعليم حق بإمكاننا فرض رسم الزامة على كل المعاملات لتغطية التأمينات الطبية سياسة الغنية يعطي الفقير بالقرن الـ 21 غير مقبولة حطيت المريض اللي بالدرجة الأولى طيب ولا عناية لنفترض انتقل إلى رحمته من إلا العاد تدفع المئة ألف قبل ما يظهر سيدتي التعضد الاجتماعي شيء رائع ونحن بمعرض تعضد الاجتماعي إلا أنه الدولة يجب أن تقوم بمسؤولياتها هيدا مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى ليه فرضنا تأمين الزامة على الآليات لما فرضنا تأمين الزامة على كل المواطنين بدل ما نموت قدام باب المستشفيات هيدا موضوع كثير مهم النظر لقاله وإطلاع عليه هو شغلة كثير كبيرة وحساسة وأنا برأيي هيدا من المواضيع الوطنية الكبيرة لأنها تحترم كرامتنا كبشر ممنوع بقى نمد إيدنا لمين مكان الدولة مسؤولة عنا شكرا دكتور دكتور أنا بوافقك دكتورة نعمد أول شي يعني أخذتوا على محل تاني أنه غني يعطي فقير أكيد مش هيدا هي مش هيدا هي الفكرة أبدا 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 لا بالعقل كل إنسان مقدر لازم يكون في شي محل يقدر يساعد الغير لأنه حتى الغير اللي ساعدوا يوما ما بيساعدوا بطريقة تاني أنا مني مع غني وفقير وهالكلمات أنا ما بحبهم بس مية بالمية فدولتنا أكيد أكيد بس إذا الدولة اليوم ما عم تعمل شغلة شو من عمل ننطرة من إلا بس تعملي شغلك من فوت على المستشفى لا أنا معيكو مع الفكرة تزدار جميلة نرسي كثير شكرا 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 شكراً لكم 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 ويسبق للشبكات السلكية، وعلى مستوى الوطن ككل للشبكات اللاسلكية. في نهاية المطاف، كما رأينا أن مشروعنا له تأثيرات اقتصادية إذ يمنح لخزينة الدولة عائدات ضريبية تفوق 15 مليون دولار من جهة ومن جهة ثانية يعود للدورة السيادي من حيث منع أصحاب الكبلات والموزعين وأصحاب الحقوق الحصرية من قرصناتهم وأيضاً منع بعض الموزعين من نقل بعض القنوات في بعض المناطق وذلك لأسباب دينية أو سياسية أو طائفية. هذا باختصار موضوع مشروعينا. لا أسئلة؟ لا أسئلة؟ تجتمع تعمل المداولات والنتيجة النهائية بتصدر بعض شوي زالي شو بالدعاء انا ما بدي سليهم كتير انا عادة بسليهم خمس دايع وعش دايع بش في اي سؤال الرئيس او شي استعلام خدوا فيها يعني ايه اهلا وسهلا فيكم انا لاحظت انا لاحظت حدث الرئيس فضل لفوق شوي على لا لا بس انا بدي سليهم بس بينما اللجنة الفاحصة اطلع نتيجتها يعني لا لا اكيد لا انا ما بسمح لنفسكم بمكان ما بعرف فيه اكيد فبس سح تاني نسليكم هالعشر دايع لا 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 اكيد لا بس سح تاني نسليكم هالعشر دايع بدي لكم شكرا كتير لالكم على المشاريع اللي قدمتوها يعني انا فخور فيكن كرئيس للجامعة كتير شكرا كتير للمشاركة لانو عشان للمشاركة لانو عشان للمشاركة مثل العادة استفزتنا جميعا نحن اللي عادين بالصف الامامي هلا بتقولولي تفاجأت بلكم ما تفاجأت لانو صرت معوض على طلاب الجامعة اللبنانية انو دايما بيقدموا اشياء حلوة اشياء مثيرة لاهتمام اي اي كان بيردل النظر عن اختصاصه عن عمره او عن جنسه ما في ادنى شك انو البعض الاشياء اللي كانت عم بحكي انا شي داخلي عم بتنقلوا انتوا ليش كمانت هلا صرت انا بدي احمل اثنين لانو عم بينقلوا هايتم بنفس الوقت عن جد متعبي لصة على كلن بس اطاعتني كنت ساحب نسيت الفكرة نسيت الفكرة على كلن وين صرت عن طلاب الجامعة اي انو ما فيها جاءتونا لانو قد ما صرت حاضر لقاءات مع طلاب الجامعة بمسابقات او بجلسات معينة او بلقاءات معينة عن جد يعني انتو طلاب مميزين انتو طلاب باعتقادة لازم كلنا نفتخر فيكن لازم لبنان يفتخر فيكن والدولة تفتخر فيكن لانو انتو بتعرفوا انو موجودين بالجامعة الرسمية الوحيدة بلبنان واللي فيها اكبر عدد من الطلاب اثمانين الف طالب ونحن عم منزيد وانتو بتعرفوا انو عندكن عدد كتير كبير من الاساتيزي وعنا ستالاف اساس تقريبا وعنا اربع وستين مركز وبالتالي الدولة عم بتقدم من المال مبلغ منو قليل كرامة انتو تدرسوا بالجامعة اللبنانية بدون ما تتكلفوا اي مبالغ باستثناء اكيد الرسم اللي بدي قولوا انو اليوم انتو عم بتثبتوا انو الدولة ما عم تدفع شي مقارنة مع الناتج بتاع الجامعة اللبنانية اللي هو انتو لانو اذا هيدا هو الناتج يعني معناتو لازم ندفع اكتر واكتر لانو بتستاهلوا انو يندفع عليكن اكتر واكتر وانا اكيد اذا بعد بتم الاستثمار فيكن ممكن انو تدهشوا كل العالم ليكو انا حضرت اللقاء بجائزة اناس ابو عياش بمجال العلوم والتكنولوجيا وكنت فخور بالاشياء اللي سمعتها افكار رائدة بظروف كتير عادية اقل من عادية ببعض الاحيان متل ما دايما بقول انا فخور بجامعة بصير فيها عمليا خمسين بالمية من الابحاث المنشورة على الاراضي اللبنانية بتصير بقلبها الجامعة هايدي فخور كتير ولكن بنفس الوقت دايما بكون زعلان لانه كتير من هالابحاث هايدي ابحاث فردية او كتير من هالابحاث هايدي عبارة عن ابحاث ممولي بشكل ذاتي مش هيدا هو المطلوب لازم نحنا وقت اللي بدنا نكون باحثين نكون كل ابحاثنا ممولي ما يكون البحث العلمي على حساب حياتنا وحياة عائلاتنا مشانيك بيوم من الايام ان شاء الله نحنا واصلين وانا باعتقادي اذا بقينا ماشيين بهالطريقة هايدي بسنة الالفين وعشرين نحنا متوقع انه بعد ما نكون بإذن الله بسنة الالفين وتساطعش سكرنا العجز بالكامل بسياسة شد الاحزمة اللي اسزتكم دايما غضانين علي لانه انا عب مارسها بس انا عب مارسها على نفسي قبل ما مارسها على غيري لان بلا ما انا بعرف ظهرت وضضي عدة مرات سياسة شد الاحزمة هي اللي لح بتخلي بيوم من الايام يصير في استقرار مالي وان شاء الله لح منحققه سنة الالفين وتساطعش وقت المسكر العجز اللي بالجامعة بشكل نهائي ان شاء الله وبالالفين وعشرين بدنا ننطلق نحو البحث العلمي مش بس بدنا ننطلق نحو البحث العلمي على مستوى انه الاسازي يشتغلوا بحث علمي انا بهالنيك وبهالنيكي مين بعد مش كمان مشرف دكتور عصام موينوي مستشار الجامعة الاول على كلنا وانا بنحني امامك لانه قد ما بتخدم الجامعة اللبنانية من دون مقابل هادي عمال بسمسر تأنه دايما يخدمنا من دون مقابل على كلنا لا مشون باب القصيد فانا بثني عليكم وبقول انه كتير حلو اللي بلشته لازم نكملوا بسنة الالفين وعشرين البحث لا يكتمل من دون الطلاب وانا كنت طالب وبعرف قداش كان يتعب علي استازي لحتى لي صرت باحث ومن وراء استازي جيت على لبنان ودرست طلاب يكونوا باحثين واليوم عم نشتغل بحث علمي نحنا واللي كانوا طلابنا واللي صاروا أسازي متلنا متل هون هن هلأ عم بيدربوا طلاب هون هيدا هو المطلوب انه البحث البحث العلمي ياخد هيكليات مختلفة وافضلها هو وقت اللي بيكون في شراكة حقيقية ما بين الطلاب وأسازتهم ولكن مش بس هون كتير من الأبحاث اللي انتو طرحتوها على فكرة ممكن يكون في معنى شركة كمان التانين مين ممكن يكونوا شركتنا حتى الموظفين اللي بحييهم موظفين الجامعة اللبنانية بيرد النظر عن نحنا كطلاب أوقات بعض الطلاب بيشتكوا كتير انه بيتأفقفوا وبيعملوا وبيسووا انا بدي أقل لكم ما ينظلموا الموظفين ولا بيوم من الايام لانه تسعين بالمئة منهم وانا بأكد لكم هن موظفين مميزين ولكن لانه الكادر البشري بالجامعة اللبنانية ما بيتناسب مع حجم الأعمال اللي لازم تنشغل مشان هيك أوقات بيتأفقفوا وما شابه فبدنا كتير نحترم ونقدر جهدهم المبذول هن كمانت ممكن يكونوا شركائنا بكتير من الأبحاث شفت هن ممكن يكونوا شركاء فعالين وإذا منشركهم كمانت منكون نحنا عمال نطور بجامعتنا ونأسس لفكر جديد ضمن المؤسسة الواحدة وهتلكل الناس فيها طلاب وموظفين وأسازة بيكونوا من الباحثين لانه معظم الأوقات يمكن انتو بتعرفوا انه بالكليات العلمية أوقات بيستثنوا العاملين بقلب المختبرات وهذا شيء مش طبيعي بيستثنوهن أنه ما ينزل أسماؤهم مثلا بالبحث العلمي نحن نقول لا أي واحد بيكون عم بيشتغل معنا على بمجال معين لازم نضموا لألنا وانتو بقلكم كحقوقيين كمانت لازم تستخدموا لإمكانيات المتاحة عند الموظفين تحتالي تضموهم للأبحاث بتاعيتكن ولكن مش بس هون كمانت المجتمع المدني اليوم كانت عم تحكي مدام إناس أبو عيش عن تجربتها الشخصية وقت لزارة سجن الأحداث برومي أو مبنى الأحداث بسجن رومي تكون أكثر دقة الحقيقة وجناح الأحداث حتى تماما يعني الحقيقة اليوم كمانت لازم نمد إيدنا للمجتمع المدني المجتمع المدني ممكن يساعدنا كتير على تظهير الإشكاليات الحاصلة لحتى لنوصل بلحظة من اللحظات لخلق حلول لإلها ويمكن هيك مكان لازم يصير فيه نقاش بالشكل اللي صار ويمكن أنا ما كنت مؤيد لإلها من تجربة شخصية عشتها من خلال عملي بمجال العلوم الطبية الشرعية وبيعرف شو يعني حدث وبيعرف شو يعني كيف ممكن الحدث يتحول من شخص خير لأنه أنا أؤمن بالطبيعة الخيرة للإنسان الإنسان هو بطبعه خير ولكن وقت اللي بده ينتقل لا المرحلة يصير فيها مرتكب يعني فيه ظروف معينة عاشها والظروف المعينة هذه اللي عاشها ممكن تكون أدت لإشكاليات ممكن على المستوى النفسي وغيره 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 يعني أنا بأعتقادي المجتمع المدني كتير يمكن أعطيت المثل هون بس كان فيني أعطي كمان المثل بالنسبة للموضوع اللي له علاقة بالبطاقة الصحية كمان المجتمع المدني ممكن كتير يساعدنا بهالحالات هذه لأنه نحن لازم نوصل بيوم للأيام لدولي ما بيموت فيها شخص على باب مستشفى وما فيها شخص أمي منه قادر يتعلم هيدا هيدا الشي اللي باعتقادي لازم نوصله نحن بيوم من الأيام لأنه إذا ما وصلنا لهالمرحلة هيدا نحن ما منكون بنات حقيقيين لوطن اسمه لبنان بيستاهل أنه اللي عايشين فيه واللي خلقوا فيه وغبيوا فيه أنه تكون عندهم ظروف مميزة للحياة وأهلا وسهلا فيكم سليتلكم إياهون مثل العادي عاش غداية يلا تفضلوا أهلا وسهلا مين بدو مين بدو يقرع الفضلي هيدول هيدول العناء هيدا واحد هعمل هنين ميكرو هو بواحد بيكم لبك كيف أهل ترابلوس ما بنا نزقف لأهل ترابلوس مين أين النتيجة مين مين نظر فوق بس مين الورقة يعني أنا أول شيء بهني الكل ضروري اهل اتنين اي أول شيء أنا بهني الكل كل شخص كل شخص اليوم جرق أنه يقدم مشروع جديد هو بحد زيته ناجح لأنه أهم شيء أنه الإنسان يكون عنده نية ويبلش من مطرح هلأ هذا ما تتم دكتور بس سؤال ما كان في اسم أقصر بس أصر الاسم هيدا شرطنا للطلاب إني حليمة جندية جنة النجار مونة حلوة آية الشامي هبة الشامي وإناصة بعيش مشروع بس بديك تطلع إلى فوق بديك تطلع إلى فوق على الأحداث تفضلوا 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 هون خلونا من نظر تفضلوا آية بديك تطلع على الحب آه آه بديك تخبركم ضروري راح الصوت خلاص بين هايدي وهايدي بس بدي أخبركم أنه نحن بكرة رح نكون عند فخامة الرئيس آه واللي ربحوا من كل الجامعات واللي ربحوا من كل الجامعات رح يكونوا معنا فاليوم أنتوا بكرة رح تكونوا معنا أكيد مع عميد الكليي وأكيد الأستاذ وأكيد اللي بيشوفوا البروفيسور مناسب وين بروفيسور آه 12 وربع شو 11 ونص لازم تكونوا هناك بيجوا كل أهل ترابلوس معنا بنعمل مظاهرة دعوا تطلع لا تطلع لا شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم